السلام عليكم ياهلا الطيبين شلونكم بش اخباركم شاء الله يرب الكل بصحة والسلامة وياكم علي مقناة يوميات عائلة عراقية في النفسي اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وهم طبعا مصفاة شهر رمضان مبارك بس بشغلة راح تستفادون كل شهو منها اللي هي مركة الفاصولي اللي الاكفر يعاني منها شلون تستوي نص ساعة ضبط وراح تكون عدكم أطيب أروع فاصولية يابسة بس تتبعوا الطريقة ويايا بالمضبط وراح تشوفون شون راح تكون تستوي عدكم نص ساعة المهم هسهنا عدنا فاصولية طبعا حتى بدون ما أنقاحها عندي لعم غنم بنيات راح أخليهن على النار وطبعا ما حق تقبغها حبايب بداية ما تقبغوا هاي اهم فقرة لا تقبغون فاصولي ببداية الحاد ما تفور عدكم وتكش دقشون الفوق اللي يشفوا منها طبعا مقاس فما بصورتها يلا قبغها منها قبغها شوية خلي على النار وسط وهاي ورا نص ساعة استوى عندي اللحم واستوى الفاصولة ومنح ماريد هاني كلش كلش تستوت المرض لا يعني مستوية بس ما ممرودة كافي هنا طبعا همقاس فطبعا هنا حمسة بصل وحطيته يا فصين ثوم وحطيت المعجون طبعا على الصفحة وخليت عليها مي وملح حمسنا البصل وحطيت فصين ثوم وحمست المعجون وحطيت عليها المي وملح وملح خليتها يفور هنا الفاصولة عندي مستوية فراح اخليها فوقها شوفوها هي مستوية بس ما ممرودة أنا هالمرة حبيت تكون بهاي الطريقة فهذا ش راح أسوي راح أدير هذا المعجون والبصل وثوم وحمسنا وبعد ما فارعدنا هاحباي بحطت له شوية شكر على مد الشوخرة مع المعجون خليتها الفاصولة هسا ما كون لحظات يعني اكثر شي نقول عشر دقائق او ربع ساعة وتصير عندنا جاهزة بس تتلابس ويفور عندنا المعجون وتتلابس هي الفاصولة وهي المعجون وهذا طريقتها سهلة بسيطة كلش وهواي طبعا اكون يحطون خاشوقة تستيل هموياها حبايب حتى تستوي اسرع هاي هم طريقة ثانية السبعة لما سوونا الفاصولة راح أسوي الرز او التمن هم اقو عالم يقولون عدنا تعجن فقوا اعتقدوا آني اي نوع رز او تمن اطبخة ما يعجن عندي اي نوع وعندنا طريقة مثل ما الحصة انا هم مرة تجيبه اطبخة اذا بسمتي اذا مثل ما الحصة اذا المصري او التركي اي نوع ما عندي عجن ليش اتبعوا الطريقة للاخر ناخلي الزيت اخلي الزيت يكوي تماما وراح اخلي عليه الرز انا نقعته تقريبا نص سعب مي حار حتقولولي شلون مي حار يمرد لا ما يمرد ابدا نقعته بنص سعب مي حار وصفيته وراح اخليه على الزيت والزيت كلش كلش كوي عندي وناس بعد ما اخلي الرز راح اظل اقلب بي لحد ما احس المي تماما ينشف من الرز يعني يظلوا اقلب ما عليه شي حبابي ما يتكسر كلش ما عليه قلت لكم حل ما احس انو المي ما تناشف وهنا هس راح اخلي الملح اقلبه بهذا الشكل طبعا انا هناس طبعا تقضبها خفيفة بس هو اكثر طول حسيت انو المي مال تناشف وعندي مي حار مبورته طبعا دائما انا من الطبخ ما اخليه مي بارد لان المي بارد حوال بين ما هو هاي همية طبعا واحدة من الخطوات تخلي عدكم التمن يعجن المي بين ما يفور يعني تلكمية حاطات الصح مضبوط بس بين ما يفور هم التمنية راح تمص شوية من المي فهم يعجن عدكم فالأفضل تحطون مي حار المي حار رأسه مباشرة راح يفور عندك وهو المي اللي تحت خليه كلش كافي اله فاتمنى انو من الطبخون دائما تحطون مي حار لتحطون مي بارد فهذا الطريقة للتمن او الرز اي نوع راح تطبخي راح يطلع عندك منثور ويخبل وليل معلمة فشوفوه سانعفته وخليته يعني شوية ورديت قلبته شوفوه ما علي اي شي ما يعجن نهائي بس اتبعوا هالخطوات قلبوه بزيد تماما وحطوا له مي حار وترحموا الوالدة واخوه على هاي الطريقة يمكنكم اي نوع رز نفس الطريقة بس انا قولكم مقدار المي يختلف من رز لرز هذا اللي عندي يفرق بس مقدار المي يختلف من رز لرز ومن كل ما نقع الرز كل ما نقلل المي منحوط مي هواي لان اذا حطيتم مي هواي هو نادي اهم اكيد حبابي راح يعجن فالمم حطينا ما يشوف قيميته يعني كل شي شوية حد الرز وغطيته وخليت على نار وسط وخليت الحد ما يستوي يكمل عندنا وهنا الفاصودية تقريبا يعني كملة عندنا ما ردتها كلش كلش تخينة اللي ريدها تخينة خليها تفور بعد عدتكم اكثر بس انا هالمرة ما حبيتها كلش تخينة اللي انقلت لكم هذي طبقتها برمضان فحبيتها تكون بهذا الشكل طبعا ما احجي لكم طعمها كلش طيب ومستوية وما اخذت وقت من عندي هاي اهم الشي لاني هوايه هوايه يعانو من الفاصولي ومن طبقها فالحطي بالمهم كملة فاصولياتنا وكملت مننا وهذا الشكلة شوفوه وهم هاي سفره من السفرات شهر رمضان مبارك اللي ما نزلتها لكم حبيت انو تستفادون من طريقة الفاصولي وهنا طبعا شتب سوية زلاطة مال شو اندر وهنا شربة المطاعم الكريمية وهذا هم كان فطور يوم لأيام اللي ما نزلت لكم يعانو وهذا رز مالتنا ليخبل وهاي شربتنا ليخبل احسا قا شنو هاي معلقوا بتتنزينا سفرات شهر رمضان لا حبايبي حتى تستفادون من الطرق اللي انا سويتها وبالاخص الفاصولية فحبايبي الهناية للفيديو مالتنات مننا لجابكم والهنا وقلكم مع السلام للجميع